باسم اللي اندراد هنشوف مع بعض اداة قوي جدا الموديل اتشجر دي مستخدمة لما يكون شغلين على الموديل واعزين نتأكد انطررت التسمية سليمة ان فيش حاجة دابلي كيت ان فيش مشاكل موجودة فبنيجي هنا نبدأ نضبط الاعدادات وبعد كده نجي هنا نبدأ نعمل فحص ولو احنا شغلين وحبين نرجع لاخر فحص بدل ما نقرروا بقولوا وريني اخر فحص هنا بيفتح لي موديل كتجربة لو انا ما عنديش اي موديل هنا بيدخلني على الهلب هنا بيديني بعض الابوت او بعض الانفروميشن وتلاقي الموقع اللي انت تقدر تحمل من خلاله البرنامج جود والبرنامج بتحمله مجاني مما غير الكريك ولا بصور دول حاجة خلص طيب بقولوا وكونفجر تمام بيقول لي اول حاجة بقول له هنا اوبين بحدد ايه الحاجة اللي انا عايز احص مقرنة بيها يعني فيه هنا موديل سليم بتسمى التسمية سليمة وشغل سليم وكل حاجة فانت بتختار مثلا الحاجة معينة تمام ممكن لو انت عايز ملفات كوبي ممكن عايز مثلا تقرنه بالفامل كاتوجري باليونيفورمات بتحدد الملف اللي انت عايز تقرن به او عندك ملفه معين فبتقول له اوبين وتختار الملف اللي انت عايزه ويبدأ يعمل المقارنة بينهم فهنا هقول له اوكي فبيبدأ يجيب لي الاعدادات ديت تمام كل واحد في يوم بها خصائص معين هنا بيكلم مثلا عن جنرال هيتأكد من البرج والورننج والفايل سايد الستياتنج هيتأكد من من line style object design option area والحاجات ديت الاليمنت هيتأكد من من الماس اللينكات الview sheet هيتأكد اني مفيش بيهات معمولة باش محطوها في sheet اني مفيش عناصر مخفية الwork sharing لو انت غيرت الاعدادات ديت هتلاقي الحاجات اللي هنا اختلف التمام يعني لو جيت اخترت مثلا دوت قلت له اوكي بيبدأ يجيلك اعدادات اخرى تفحص حاجات تانية فمهم جدا اكون من حاجة الهدف من الفحص يعني هل انا عايز افحص العناصر ديت هل انا عايز افحص هل في family معينة مثلا مساحاتها كبيرة او في family مش موجودة او هكذا بيبدأ يجيب لي الخصاص هيت ويبدأ يعمل لها فحص تمام فحسب الفحص اللي انت عايز خلاني نختار اللي هو تمام وعندي وعندي copy زي ما نعايز بقول سيف الاعداد بتاعتي تمام وبعد كده هقول له تمام عندي هنا عندي هنا سامري بيبدأ يجيب لي الحاجات اللي هتفحص بكل هذا فيهم هنا اقدر اخلي الحاجات يقول له مفتوحة او اعمل لها كلابس بشكل دوت او اقول له cancel وبعد كده هاجي بيقول لي عايز اضيف ملفات تمام ممكن اقول له بحصد كل الملفات تمام وممكن اقول له run report فهو بيحص ويقول لي ايه الملفات اللي فيها مشاكل تمام طيب الحمد الله ده عدة من الاختبار تمام بيشوف البرج والورنينج والرسائل ويجيب لي النتيجة المشاكل اللي فيها مشاكل دوت بحيص يقول لي مثلا ايه الحاجة اللي مفروض تتعدل قبل ما نبعتها للناس اللي تعملها مفيش وورك شيرينج ومفيش حاجة اسمها وورك سيد تمام ده ملف ده برستنترال فهو بيجيب لي معلومات بيقول لي ايه البيوهات اللي موجودة في الشيت والحاجات اللي موجودة في الشيت فده بيبقى ممتاز جدا انه افحص في عندي اكتر من فحص ده فحص ببسيط في حاجات تانية بتبقى فحص اكتر انا ممكن تدوس هنا عشان تشوف اخر متيجة اللي عملناها بدل ما تكرر موضوع الفحص واخد وقت يعني ممكن نجرب الكونفجر ونقول له طب انا عايز افحص من خلال حاجات تانية مثلا الـ وقول له اوكي فهو بفحص حاجات تانية انا اختار بقى العناصر اللي انا عايز افحصها ده كل ده ما تكرش انها موجودة في المودي اللي عندنا الـ طيب خلينا لو احنا اخترناها غالبا هايقول لي ان الحاجات تقول لها مش موجودة كل واحدة من دول بتبدل تختار بع الحاجات اللي انت عايز امنها اقول له وقول له وقول له وقول له شك run report في حاجات كثيرة مش موجودة اصلا تمام لان الموديل ده معماري بشكر فبدا يجب لي المعلومات اللي كانت في حاجة ناقصة كانت فيه groups وهو خطأ فالاداة من الادوات اللي الواحة الكثير بيستخدمها موديل شكر وبنسان برضو من حاجات الواحة بسلامة